كشفت صحيفة يسرائيل هايوم عن أن وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين طلب من الحكومة الإسرائيلية سمح له بعقد لقاء على انفراد مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي دون حضور أعضاء حكومة الطوارئ لكن طلبه قبل بالرفض واعتبرت صحيفة يسرائيل هايوم طلب بلينكين بالاجتماع منفردا مع رئيس الأركان بالإثثنائي وغير الاعتيادي وكان بلينكين قد وصل إسرائيل في إطار جولة له في هي الخامسة في المنطقة منذ العدوان الإسرائيلي على غزة it review its procedures. I had a very good conversation with Secretary General of the United Nations Guterres last week when we were first made aware of these allegations and we were